شركة التكنولوجيا تشارك أيضا في الحرب على كورونا مشاهدين عمالقة القطاع شركتا أبل وجوجل أعلنتا عن تحالف غير مسبوق لتطوير تطبيق ذكي يتصدى لفيروس كورونا في حال أصيب شخص بفيروس كورونا فإن النظام التشغيلي للتطبيق سيعمل على فهرسة الهواتف القريبة منه ويقوم بتحذير كل الأشخاص الذين جاورهم المريض لحثهم على عزل أنفسهم أو إجراء الاختبارات الضرورية تطبيق أبل وجوجل سيعتمد على تكنولوجيا اتصالات لبلوتوث وسيتمكن من تتبع تحركات كل مستخدم ومعرفة أماكن تواجده والأشخاص الذين كانوا قريبين منه ثمت نسخ متشابهة أو مشابهة لهذا التطبيق المرتقب أنجزتها الصين وأجبرت السلطات المواطنين على تحميلها على هواتفهم هذا التطبيق يتعقب الأشخاص المصابين بفيروس كورونا ويحذر مستخدميه عما إذا كانوا على مسافة قريبة من شخص مصاب بالإضافة إلى أنه يساعد السلطات على التأكد من التزام السكاني بالحجر الصحي والتباعد الاجتماعي مشاركة البيانات والمعلومات الخاصة عبر هذه التطبيقات طرح تساؤلات كثيرة حول خصوصية المستخدمين وفرص انتهاك حرياتهم الفردية بمواجهة هذا الوباء ولكن يبدو أن مناقشة هذا الأمر من قبل الحكومات سيؤجل ربما إلى مرحلة لاحقة محاربة الوباء تكنولوجيا تتم من السماء أيضا وذلك من خلال مراقبة وفرتها تقنية الطائرات المسيرة للتأكد من التزام الناس بإجراءات الإغلاق وحظر التجول كذلك هذه الطائرات لها امتيازات أخرى امتيازات تقنية أخرى فهي تفيد السكان بتعليمات وقاية صوتية وحتى تقيس حرارة الأشخاص من خلال استخدام الأشعة تحت الحمراء الروبوتات أيضا كان لها دور في التصدي على أو لأزمة كورونا إذ استعملت مؤخرا في نقل الإمدادات الطبية وتقديم وجبات للأطباء والمرضى بالإضافة إلى تسلم شهادات التخرج عن الطلبة الأصليين هناك كذلك تقنيات الذكاء الصناعي التي طورتها شركة علي بابا الصينية والتي يمكنها أن تقيس أو تشخيص المصابين بفيروس كورونا في 20 ثانية بدقة قارب نسبة 96% بدلا من 15 دقيقة يستغرقها خبير بشري لتشخيص هذا المرض شركة صينية أخرى تدعى بايدو صممت كاميرات ذكية تعتمد على أجهزة استشعار بالأشعة تحت الحمراء للتنبؤ بدرجات حرارة الأشخاص بمجرد مرورهم من أمامها في المناطق العامة وتوفر كذلك لشركات الأمن معلومات دقيقة حول مدى التزام الأشخاص بتجهيزات وأدوات الوقاية الشخصية من هذا الوباء